لنقرأ مع هبا خضر من كتاب البعد الخفي ترجمة لميس اليحية تكون الأذن ذات كفاءة عالية جداً لغاية عشرين قدم وعلى مسافة مئة قدم يكون الاتصال الصوتي باتجاه واحد ممكناً وبمعدل أبطأ إلى حد ما مما هو في المسافات الكلامية في حين أن المحادثة باتجاهين يتم تغييرها كثيراً جداً بعد هذه المسافة تبدأ الإشارات السمعية التي يصدرها الإنسان بالتجزء بسرعة من ناحية أخرى فإن العين غير المساندة تبقى فعالة تماماً للتفاعل البشري على مسافة ميل إن الموجات التي تنشط الأذن والعين تختلف في السرعة وكذلك في النوع عند درجة حرارة صفر مئوي 32 فهرنهايت على مستوى سطح البحر تقطع الأمواج الصوتية ألف ومئة قدم في الثانية بينما تقطع أشعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية إن نوع وتعقيد الأدوات المستخدمة لتعزيز العين والأذن يشيران إلى كمية المعلومات المعالجة من قبل الجهازين إن تركيب المذيع أسهل بكثير وتم تطويره قبل التلفاز بوقت طويل حتى اليوم ومع مقتنياتنا الدقيقة لتعزيز حواس الإنسان يوجد اختلاف كبير في نوعية نسخ الصوت والرؤية فمن الممكن إنتاج مستوى من الأمانة السمعية التي تفوق قدرة الأذن في اكتشاف التشويش في الصوت في حين أن صورة البصرية ليست أكثر من نظام متحرك يجب ترجمته قبل أن يكون من الممكن تفسيره من قبل الدماغ تميل المعلومات البصرية لأن تكون أقل غموضاً وأكثر تركيزاً من المعلومات السمعية والاستثناء الرئيس هو سمع الشخص الأعمى الذي يتعلم أن يهتم اختيارياً بالترددات السمعية الأعلى التي تمكنه من تحديد موقع الأشياء في غرفة ما تعيش الوطاويت بالطبع في عالم من الصوت المركز الذي ينتجونه مثل الرادار ممكناً إياهم من تحديد مواقع أشياء صغيرة بصغر ناموسة وتستخدم كذلك الدلافين صوتاً ذات ردد عال بدلاً من الرؤية لكي يبحر ويحدد مواقع الطعام يجب أن يلاحظ أن الصوت يقطع مسافة في الماء بسرعة تعادل أربعة أضعاف سرعته في الهواء إن الشيء غير المعروف تقنياً هو تأثير التعارض بين الحيز السمعي والبصري توجد بعض البيانات عن الحيز السمعي كعامل في الأداء أوضحت دراسة لعالم الأصوات اللغوية جي دابليو بلاك أن حجم وقت إصداء غرفة ما يؤثر على معدلات القراءة يقرأ الناس ببطء أكثر في غرف كبيرة حيث يكون وقت الإصداء أبطأ مما يفعلون في غرف أصغر قام أحد شخصيات مقابلاتي وهو مهندس معماري إنجليزي موهوب بتحسين أداء لجنة سيئة الآداء عن طريق جعل عالمي السمع والرؤية ينسجمان في غرفة الاجتماع لقد كان هناك الكثير من التذمر بشأن عدم كفاءة رئيس اللجنة بحيث أن التبديل كان على وشك أن يطالب به كان لدى المهندس المعماري سبباً ليعتقد بأن في البيئة المحيطة ما يجب أن يفسر الصعوبات أكثر مما هو في رئيس المجلس وبدون أن يخبر الأشخاص عما كان يفعله تدبر المهندس المعماري إبقاء رئيس اللجنة في حين صحح الأخطاء البيئية كانت غرفة الاجتماع بجانب شارع مزدحم حيث يضخم ضجيج حركة المرور بسبب ارتداد الصوت من الجدران الصلبة والأرض الخالية من السجاد في الداخل وعندما جعل تقليل التدخل السمعي من الممكن إدارة الاجتماع بدون جهد مفرط توقفت الشكاوي بشأن رئيس المجلس لنقرأ مع هبا خضر